موسيقى نشرة الظاهرة أهلا بكم هذه أبرز العنوين تحول تاريخي في موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية من موقف حياد إلى اعتراف بمبادرة الحكم الذاتي أساسا هو الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية والخارجية والمغربية تتمنوا عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناء لمدريد وتذكر بأن الأسس والمحددات الجديدة للشراكة بين البلدين كان أشار إليها الخطاب الملكي لعشرين غشت لتعزيز مناعة القطي حملة تلقيح وطنية أطلقها المكتب الوطني للسلام الصحي للمنتجات الغذائية في تحقيق السبت نفتح هذا الأسبوع ملف دور الصفيح والسكن العشوائي في العاصمة الاقتصادية أهلا بكم تماشيا مع ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب للعشرين من غشة الماضي علاقات المغرب وإسبانيا تدخلان مرحلة جديدة وغير مسبوقة بأسس ومحددات جديدة غيرت إسبانيا بشكل جذري من موقفها بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وجاء الإعلان عن هذا التغيير في رسالة بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد فيها أن مدريد تعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسا هو الأكثر جدية ومصداقية وواقعية من أجل تسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية في رسالة بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وفي هذا الصدد أوضح أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمتابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف منوها بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف رئيس الحكومة الإسبانية أبرز في رسالته إلى جلالة الملك أن البلدين تجمعهما بشكل وتيق واصر المحبة والتاريخ والجغرافية والمصالح والصداقة المشتركة معربا عن يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا وأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح رئيس الحكومة الإسبانية أكد أن الهدف يتمثل في بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقع بين الطرفين والامتناع عن كل عمل نحادي الجانب وفي مستوى أهمية جميع ما تتقاسمه الرباط ومدريد وفي هذا السياق شدد على أن إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف مؤكدا أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها من جهة أخرى جدد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته لجلالة الملك التأكيد على عزمه العمل جميعا من أجل التصدي لتحديات المشتركة ولسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والعمل على الدوام في طر روح من التعاون والتكامل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أشار أيضا في رسالته لجلالة الملك إلى أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين أعقب رسالة رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك محمد السادس بلغ لرئاسة الحكومة الإسبانية تعهدت فيه بضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية في إطار مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين ولبلورة خارطة الطريق لهذه المرحلة الجديدة زيارة سيقوم بها كل من رئيس الحكومة الإسباني ووزير الخارجي الإسباني أيضا إلى المغرب بعد الحافظ المنور العلاقات المغربية الإسبانية تدخل اليوم مرحلة جديدة الحكومة الإسبانية تعهدت اليوم بضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية بلغ لرئاسة الحكومة الإسبانية جاء فيه ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل تطبيق الاتفاقات عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة كل هذا من أجل ضمان الاستقرار السيادة والوحدة الترابية والزهار بلدين يضيف البلاغ العلاقات التنائية كانت بحاجة لهذا الدفء بل القوة والدينامية الجديدة وفي السياق مادري تجدد التأكيد على عزمها القيام مع الرباط برفع التحديات المشتركة خاصة التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة في الحوض المتوسطية والمحيط الأطلسي من خلال العمل دوما بروح من التعاون الكامل واستعادة السير الطبيعية لحركة الأشخاص والبضائع لما فيه مصلحة الشعبين يضيف البلاغ وهو البلاغ الذي خالص إلى أن الحكومة الإسبانية ترحب ببرمجة زيارة لرئيسها إلى المغرب من أجل بلورة خارطة طريق لهذه المرحلة الجديدة وكذا بالدعوة الموجهة لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي وتعاون لزيارة الرباط قبل نهاية الشهر وعاليا ثمنت الخارجية المغربية المواقف الإيجابية والالتزامات البناء لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية الوزارة شددت على أن ما أشارت إليه رسالة سانشيز من أصص ومحددات جديدة للشاركة الثنائية بين المغرب وإسبانيا هي نفسها الأصص والمحددات التي كان أشار إليها خطاب جلالة الملك في العشرين من غشة الماطي زكريا أيت عبد المجيد وزارة الخارجية لم تتأخر في تثمين الموقف الإسباني الذي عبرت عنه رسالة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية مما جاء في البلاغ عالي أن تثمن المملكة المغربية المواقف الإيجابية والالتزامات البناء لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية ذات البلاغ أكد على أن العبارات الواردة في رسالة مدريد للرباط تثيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في خطاب جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب في العشرين من غشت الماضي وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقاتنا مع جاراتنا إسبانيا صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت ستساؤلات كثيرة حول مصارها غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية فإضافة إلى الثوابث التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تأزيزها بالفهم المشترك لمصارح البلدين الجارعين وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور عن مفاوضات ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات وإننا نصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة الأمل مع الشرقاء مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانشيز من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والوفاء بالالتزامات تجاه المغرب وقضيته العادل عبرت عنه عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه موقف كان محط إشادة من جلالة الملك في الخطاب الأخير لعيد المسيرة الخضراء وإننا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وهو النتيجة الطبيعية للدام المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية وهذا التوجه يؤزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية رسالة سانشيز لجلالة الملك هي بمثابة إعلان دفعة قوية للعلاقات بين المملكتين وروح جديدة ستضخ في الشريان الذي يربط ضفتي المتوسطة ضمن الأجندة زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسباني خاصة مانويل الباريز للرباط نهاية مارس الجاري وفي وقت لاحق رئيس الحكومة الإسبانية سيحل ضيفا على المملكة لتحليل ومناقشة هذا المستجد والتطور المهم في العلاقات بين المغرب وإسبانيا يحضر معنا ضيفا فيلسوديو السيد العباس الوردي والسادة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط سيد العباس الوردي أهلا بك دعنا نركز أولا على السبب في تغيير الموقف الإسباني ربما هو موقف لم يأتي بمبادرة من إسبانيا بقدر ما هو تتويج للديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك هو موقف لم يأتي ربما إلا حين وقف المغرب ووضع الأمور في نصابها من خلال خطاب ثورة الملك والشعب وهذا الموقف ربما الإسباني هو امتداد بمصطلحاته للخطاب الملكي أكيد أختي الكريمة سأبدأ من حيث انتهيتي في تكريس منطقة التعامل بالمثل وبالندية تنقل مجموعة من العنويل العريضة التي أشار إليها خطاب جلالة الملك وحمد السادس حفظه الله في ذكرى ثورة الملك والشعب ولذكرى قدسيتها وكذلك رمزيتها وكذلك إعطاء مجموعة من الإشارات التي أكدت من خلالها المملكة المغربية أنها لن تتعامل مستقبل مع أي كيان دولي على أساس اعتبار الوحدة الترابية للمملكة كاملة في تلكم إشارة على أن هناك تجاوب بين الدبلوماسية الإسبانية وكذلك التوجهات المغربية التي أشار جلالة الملك حفظه الله في هذا الخطاب الملكي السامي على أننا لا يمكن أن نزايد على مغربية الصحراء وعلى أن المشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 هو الحل الوحيد وكذلك الأساسي والمتعارف عليه دوليا وكذلك الذي توجته الأمم المتحدة كحل واقعي غير ممرة في مجموعة من القرارات الأممية طيب هو تغيير جدري في موقف إسبانيا من موقف حياد إلى موقف يعتبر مبادرة الحكم الذاتي حل أكثر والأكثر مستقية وجدية وواقعية كيف تقرؤون أنتم هذا التغيير في الموقف؟ أكيد أختي الكريمة على أن ما وقع من شناءان أنا أسميها كذا شناءان بين الدبلوماسيتين المغربية والإسبانية والكل يعلم السبب الواضح هو استقبال إسبانيا لزعيم جبهة انفصالية إبراهيم غالي وذلك مسى برمزية وقدسية الوحدة الترابية المملكة المغربية اعتبار من أن جبهة البوليزاري وكين انفصالي وكذلك هو دول على أساس أنه غير معترف به على مستوى المنظومة الدولية نقطة ثانية نحن فعلا أمام تغيير جدري اعتبارا من أن حتى رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيترو شانشيز جاءت على أساس بناء خارطة الطريق وخارطة الطريق معناها على أن ستكون هناك مجموعة من الآليات القبلية والبعدية وكذلك المواكبة لصنع كيان جديد من الصرح الدبلوماسي المغربي أساس والثقة وكذلك الاحترام المتبادل وكذلك عدم اتخاذ أو استروا بستر أحمر على هذه الكلمة بطبيعة الحال إجراءات أحادية وبالتالي فهذا إجراء الأحادي فيه شيء من الاعتدار للمملكة المغربية على أساس ما وقع من اختلافات كانت قد أترت وكذلك أجهزت على العلاقات المغربية الإسبانية التي توصف دائما من قبل جرية الملك محمد السادس وكذلك من قبل جرية الملك إسبانيا في ليبي السادس على أنها علاقة تقليدية ومتينة لا ننسى كذلك على أن جرية الملك أكد في خطاب ثورة الملك والشعب على أن بطبيعة الحال أنه حريص كل الحرص على قيادة هذه المفاوضات وفي تلكم بكانة رافعة لجهاز المؤسسة الملكية التي تريد من العلاقات المغربية الإسبانية أن تكون متينة ورافعة وقائمة على الاحترام المتبادل وعلى كذلك الشفافية وحتى الرسالة من هذه النقطة دكتور موقف إسبانيا لم يأتي إذن على شكل التصريح أو على شكلة إعلان أو على شكلة بلاغ بل جاء في رسالة رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس كيف تقرؤون شكل الطريقة والطريقة التي أعلن بها الموقف الإسباني؟ هي طريقة جد محترمة أولا لأنها تعبر عن المحبة وكذلك لأن حتى عبارة المحبة والود قد تم إدراجها في تلكم الرسالة وعلى كذلك رد الجميل للمملكة المغربية التي كانت صباقة في مجموعة من الأحداث التي عرفتها الجارة الإيبيرية من خلال مطالبة مجموعة من الأقاليب بالانفصال عن التراب وكان المغرب يدعو دائما إلى الاعتراف الكامل بالسيادة الإسبانية على جميع ترابها هذه نقطة أولى نقطة ثانية تتمثل أساسا في أن الرئيس الحكومية الحكومة الإسبانية يقود مجموعة من التلاوين الحزبية السياسية والأطياف السياسية وهو الرئيس الأول لتلك الحكومة وله من الاختصاصات التنفيذية ما يؤهله لاتخاذ مثلها كذا قررت ناهيك على أن الرسالة قد أشرت على أن زيارة مرتقبة بطبيعة الحال باريس هو الوزير الخارجية الإسباني وكذلك تليها زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إذن العمل كما تم تنزيله في تلك الرسالة سيأخذ مجموعة من الجماعات الماراتونية التي كانت قد سبقت لأنه لا ننسى على أن وزير الخارجي الإسباني عندما سئل من أحد المنابر الإعلامية الدولية قالها بعدمة لساني على أن الحديث الكامل الذي يمضيه أكثر مع الوزير من الوزراء الخارجية للدول هو وزير الخارجي المغربي وبالتالي ففعلا كانت هناك جماعات ماراتونية كانت هناك مجموعة من الإشارات الواضحة على أن الانفراز سيأتي وكذلك ذلكم التفاعل المباشر بعد بلغ الدول الملكي من قبل الحكومة الإسبانية في إشارة واضحة على أن الجارة الإيبرية لا تريد الانتظار وتعول كثيرا على المملكة المغربية لا على المستوى الأمني لأنه حاضر كذلك في هذه الرسالة اعتبارا من المشاكل المحدقة التي تعاني منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة الجارة الإيبرية واعتبارا للدور الذي يقوم به المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود نقطة ثالثة أعتقد على أن هذه الرسالة فيها ثلاث نقاط أساسية نقطة البداية هي إحداث أرضية جديدة للتحول والنقاش وكذلك لإعادة البناء وكأننا أمام بريسترويكا مغربية إسبانية على مقاص الجارة الإيبرية وكذلك المملكة المغربية النقطة الثانية ذلكم التحول العميق في الدبلوماسية المغربية لأننا نعلم على أن التوجه الاشتراكي ليس بالهين فلم يكن ليحدث هذا التوجه من دون أن نشهد ذلكم التقدم الذي عرفته الدبلوماسية المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله النقطة التالية هي نتيجة التي يمكن أن نحصدها من وراء هذه الإجراءات وهو الوصول إلى الازدهار المتبادل يجد لكم أن إقران ازدهار إسبانيا بالمملكة المغربية في اعتراف بالقوة الاقتصادية السياسية وكذلك اقترام للوضع الجيوسياسي الذي يربط المملكة المغربية هذا تغيير في الموقف الإسباني تغييرا مهم وتاريخي هل الأزمة بين الرباط ومدريد طويت وهل أجاب هذا التغيير عن التساؤلات التي طرحت حول مسير التقل متبادل بين البلدين والتي اهتزت ربما بسبب الأزمة الأخيرة كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العشرين غشت الأزمة فعلا الآن في طريقها للانفراج فلابد أن نضع مجموعة من النقاط على الحروف فالجهماعات التي ستأتي ستوضح أكثر هذه التوجهات من خلال لأننا عندما نتحدث عن احترام الاتفاقات التنائية في تلك الالتزامات وتأكيد إسبانيا على أنها لن تخذل تلك الاتفاقات فيها على أن إسبانيا تعتذر مرة أخرى من خلال إقحام مثل هكذا مفرضات في هذه الرسالة للمملكة المغربية وتقول على أنها متمسكة بالتعاون المثمر والبناء مع المملكة المغربية وكذلك تساير الطرح الذي اقترح حول المغرب منذ سنة 2007 من خلال اقتراح مشروع الحكم الداتي مسايرة الطرح المغربي إن سمحت مبادرة الحكم الداتي هو الأساس الأكثر جدية وقعية مصداقية لحل النزاع بماذا يلزم هذا الموقف إسبانيا في المستقبل أكيد أختي الكريمة عندما نتحدث عن ازدهار إسبانيا من ازدهار المملكة المغربية فذلك معتراف صريح من قبل الجارة الإيبيرية على أن المملكة الإسبانية ستساند مساندة غير مشروطة للمملكة المغربية في صون سيادة ووحدتها الترابية من طنجة إلى القويرة إذن هي صفحة ستطوى حتما من تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية المتشنيجة وسيتم حتما العبور إلى علاقة مبنية على الود والاحترام وعلى كذلك إعادة الاعتبار للبرومترات المتحكمة في تدبير وتنزيل صرح ديبلوماسي قادر على خلق الإخلاء لا ننسى كذلك أن نذكر في هذا الباب على أن الانتكاسة الاقتصادية التي عرفت الجارة الإيبيرية من جراء هذه العلاقة المتجنيجة قد كلفها الشيء الكثير هذه نقطة واحد نقطة ثانية على أن الجارة الإيبيرية لها عين على الاستثمارات على مستوى الأقالي من الجنوب وهذا الشيء المشروع لأن مسألة الندية تقوم على علاقة رابح رابح وبالتالي لا ننسى كذلك إضافة إلى هذه النقطة الثانية فكن نقطة مكملة لهذه النقطة على أن هناك مجموعة من المقاولة الكوبرا الإسبانية التي تنشط في المغرب اعتبار للقرب الجغرافي وكذلك العلاقات الجيوسياسية المتمرة أكيد أن هناك علاقات اقتصادية ومصالح كوبرا مشاركة بين البلدين اقتصادية أملية وجيوسياسية السيد العباس الوردي والسادة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط شكرا جزيلا لك وعلى إثر هذا التطور الذي تجهد العلاقات بين مدريد والرباط ووزير الخارجية الإسباني خسي مانويل الباريث سيقوم بزيارة إلى الرباط نهاية مارس الجاري قبيل شهر رمضان وقبل ذلك الباريث صرح أمس بأن استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا نستمع لوزير الخارجية الإسباني اليوم ندخل مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب ونغلق بصفة نهائية أزمة مع شريك استراتيجي تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصدقية من أجل تسوية الخلاف هذه المرحلة الجديدة ستكون قائمة على الاحترام المتبادل احترام الاتفاقيات عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية الشفافية والتواصل الدائم عنصران أساسيان في هذه العلاقة إسبانيا والمغرب يجمعهم التاريخ والجغرافيا البلدان مرتبطان بأزيد من 16 مليار يورو من المبادلات التجارية المغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي هذه المرحلة الجديدة سيتم تطويرها بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة من أجل ضمان الاستقرار السيادة الوحدة الترابية وازدهار بلدين فمدريد والريباط ستستهلان هذه المرحلة الجديدة بعزم للرفع سويا جميع التحديات المشتركة تصحيح الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية والمنعطف الجديد الذي تدخله العلاقة بين البلدين احتل بتأكيد صفحات الأولى للصحافة الوطنية قراءة في أبرز العنوين مع سعد زعيد راوي هذه الصورة صورة جلالة الملك محمد النسادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز تصدرت المواقع الإلكترونية للجرائد الوطنية واختلفت عنوينها أحداث أنفو موقع جريدة الأحداث المغربية يكتب إسبانيا تتبر انبادرة الحكم الداتي الأساس والأكثر جدية وواقعية لحل النزاء حول الصحراء المغربية في مقال أحداث أنفو تفصيل لرسالة رئيس الحكومة الإسبانية التي وجهها إلى جلالة الملك محمد النسادس والتي أكد فيها أنه يدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب موقع جريدة العلم يعنون مقاله بي المغرب يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البرناء لإسبانيا وفي المقال يكسب موقع جريدة العلم ما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسبانية ويوظيف إسبانيا تعصبر مبادرة الحكمة الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف الأيام موقعها الإلكتروني يتساءل ماذا وفع موقف إسبانيا الجديد من الصحراء المغربية والجواب في مقال جريدة الأيام الموقف الجديد متقدم وواضح وصريح وإسبانيا تحاول أن تبصم به على نهاية الخلاف مع المغرب أجوغ دويلو ماروك كتبت عن الموضوع المملكة المغربية تثمين عاليا جهود إسبانيا والتزاماتها تجاه قضية الصحراء المغربية في مقال جريدة حديث عن خارطة طريق واضحة وطموحة وهو ما يشكل امتدادا للدعوة التي وجهها جلالة الملك في خطاب عشرين غشة الماضي من أجل الحوار والسلام موقع لوتخوصن سوسونت بدوره يتساءل لماذا يعتبر الموقف الجديد لإسبانيا بشأن الصحراء منعطفا تاريخيا المقال يجيب إنه منعطف وليس من قبيل المبالغة القول بأنه منعطف تاريخي ففي الوقت الذي لم تتخذ فيه إسبانيا موقفا مؤيدا لمخطط الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء قطع بيدرو سانشيز مع هذا الموقف التقليدي لمدريد موقع جريدة لوبينيون يعانون إسبانيا تدعم رسميا المخطط المغربي للحكم الذاتي في تفاصيل مقال لوبينيون إسبانيا تدعم وتثمن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هذه الخطوة ستكون فارقة في مصار العلاقات التي تربط بين المغرب وإسبانيا وهي علاقات التاريخ والجغرافيا نشط الظهيرة متوصلة فيها أيضا جائزة أرغانا تسلم للمتوج بنسختها الخامس عشر الأديب والشاعر المغربي محمد الأشعاري وفي ركن الظهيرة نصديف الفنانة المغربية فاطم الزهراء العروسي تحدثنا عن أهنيتها الجديدة قبل ذلك لتعزيز مناعة القطيع الوطني برنامج لمكافحة الأمراض الحيوانية المعدية أطلقه المكتب الوطني لسلامة صحية للمنتجات الغذائية أنسا وتشمل هذه الحملة حملة للتلقيح يوازيها ترقيم القطيع على الصعيد الوطني وفق نظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات الحملات الوقائية الوطنية لتعزيز مناعة القطيع من الأبقار والأغنام والمعز تتم بكل جهات المملكة من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأنسا والأطباء البيطر المنتدبي ولتسليط مزيد من الدواء على هذه الحملة ينضم إلينا مباشرة على الهواء الدكتور يوسف الحر المدير الجهوي للمكتب الوطني لسلامة صحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباطة سل القنيطرة دكتور أهلا بك لو تشرح لنا دكتور أولا أهمية التلقيح في الحفاظ على السلامة الصحية للقطيع من معز وأبقار وأغنام وما هي الأمراض التي يمكن مكافحتها من خلال حملة التلقيح هذه مرحبا سيدتي بفعل فقد تم إعطاء انطلاق الحملة الوطنية التلكيرية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القولعية وكذلك ترقيم هذه الأبقار وفق النظام الوطني للترقيم وتتبع مصنر المشيئة كما سيتم من موازات معادة العملية تحصين الأغناب والمعيز ضد مرض الطاعون المشترى الصغيرة وكذلك داء الجدري بالنسبة للأغنام وهذه العملية سيتم تنفيذها من خلال المصالح البيطارية وكذلك الأطباء البياطرة الخواص المتدبون وذلك بالتنصيق تام مع السلطة المحلية والهيئة الوطنية للأطباء البيطاريين طيب دكتور كيف سيتم الاستفادة من هذه العملية بالنسبة لمربية الماشية نعم سيدتي فهذه العملية ستشمل جميع المربين والفلاحة بصفة عامة على صعيد تراب المملكة ونهدف إلى تلقي حوالي ثلاثة البليون ديال الرؤوس الأبقار وكذلك ما يناهز من 26 بليون ديال المشترى الصغيرة يعني الأغنام والمعيز وفي هذا الصدد سنأكد بأن هذه الحملة فهي مجانية وأدعو جميع المربين على صعيد المملكة باش يشاركوا وينضموا لهذه الحملة حتى نصل إلى تعزيز مناعة القطيع وبالتالي الحفاظ على الصحة الحيوانية أو الحالة الصحية للرصيد الحيوانية على صعيد المملكة حملة التلقيح كما ذكرنا دكتور يوازيها حملة للترقيم دعنا نذكر بأهمية حملة الترقيم هذه وبأهميتها صحيح سيدتي وأشكرك على هذا السؤال فالمغرب تدخل في واحد السياق ديال الترقيم وتتبع مصر الماشية منذ سنة 2014 لتتم الانتراق ديالو وهذه العملية فهي عملية مهمة جدا وتتم وفق نظام وطني للترقيم وتتبع مصر الماشية وكل سنة نعمل على واحد العملية لتتبع الترقيم فهي مستديمة طيلة السنة وبالموازات مع الحملة التلقيح سنعمل على متابعة ترقيم هذه الأبقار دكتور يوسف الحورة المدير الجهوي للمكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط سالة القنيطرة شكرا جزيلا لك في تحقيق السبت نفتح هذا الأسبوع ملف دوري الصفيح والسكن غير اللائق أين وصلت الجهود للقضاء على هذا السكن خاصة في جهة الدار البيضاء الكبرى وما هي الإكرهات التي تعيق إنجاح البرامج السكنية تحقيق حسن لحمدي ومحمد نجيب هكذا تبدو البراريك من الجو بحي سيد مومن وهنا يقطن مصطفى الرحيل أولد قبل 49 سنة ومنذ أكثر من عقدين ينتظر رفقة عائلته ساعة الرحيل لامتلاك السكن جديد من هرقلنا ونحن نسمع وراءة الحكاريان ستحول 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 المهم نتمنى أن الناس المسؤولين والوزارة يدروننا شي حل براريك تم إحساؤها توجد اليوم تحت مجهر سلطة البرنوسي هذه الأخيرة تعد الأولى بالجهة التي استعملت الروبوط طائر لمراقبة الأحياء الصفيحية من الجو يتواجد بطراب عمالة سيد البرنوسي 68 جيب صفيحي تمت إزالة 32 جيب صفيحي ولم يتبقى سوى 36 جيب صفيحي غير مبرمجة هذه الأخيرة تقريبا تبرمج في إطار البرنامج الجديد يتسأل البعض عن سبب تأخر ترحيل السكان في إطار البرامج التي سطرتها الدولة للقضاء على البناء العشوائي فإلى ماذا يعزى هذا البطء في التنفيذ إدار الإحصاد السكان في 2007 كانت سنة 7 سنين و8 سنين و9 سنين عبش يجير روكاز ويجير ترحيل وبتالي رأى الأسر كتزادوا والوليدات كيكبروا وكيتجوجوا وعائلات مركبة مركبة إذن السلطات كتصب إحراج واش غادي يدي القوة العمومية بتخرج الناس بالزز ما يمكنش إذن خص المقاربة الاجتماعية هذا رميل اجتماعي هو برنامج اجتماعي وحكومي كذلك تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وصلنا الآن الأزياد من 68% من الهدف المتوخى لأجل المعالجة التزايدات رافقت وزادت 65% وهذا ليس بزعمة بالشكل العين الآن لدينا 150 ألف أسرة ما يعادل 150 ألف أسرة لا زالت تنتظر المعالجة والتدخل لكن ماذا عن هوامش الدار البيضاء التي تعرف زحفا كبير للبناء العشوائي وللمستودعات السرية هذه التجمعات التي تحتضن ساكنة كبيرة تفسد من جمالية الضفة الجنوبية للبيضاء إذن من يتحمل المسؤولية في ذلك الناس التي أرضتها تجارة لأنه يكون عنده ساكن رئيسي في مكان معين ويحاول يسفد من هذا الإعادة الإسكان المواطنين هناك تسجيل بطء كبير في تدبير الملف وهو سياسيا يستغل أحيانا بالنسبة للتصوية في الحملات الانتخابية من جانبنا حاولا الاتصال ببعض منتخب البيضاء لكنهم فضلوا عدم الخوض في الموضوع نظرا لحساسية الملف الضرفية الحالية ما عاد أحمد بريجة برلماني وعضو بمجلس مدينة الدار البيضاء فهل القضاء على البناء العشوائي يستدعي مقاربة جديدة تلغي التعامل الكلاسيكي مع الملف المجلس على الحسابات توقف على واحد الملاحظة المهمة على أن القطاع الإسكان لا يمكن أن يتعامل بمفرده مع ظاهرة السكان السافحي عين السلطة المحلية هي عين شاخصة تراقب من الجو من الأرض لكن ما في البناء العشوائي تطور من أسالبها رغم سيادة القانون حسن لحمدي معيد تحقيق الأسبوع يحضر معنا في الستوديو حسن أهلا بك لو نذكر أولا بالاستراتيجية التي تم تبنيها للقضاء على دور الصفيح زهرة يجب أن نفرق بين برامج التي أعدتها الدولة هناك برنامج مدن بدون الصفيح الذي انطلق سنة 2004 لكن لم يتم العمل به إلا في سنة 2007 ثم هناك البرنامج الجهوي لإعادة الإيواء الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته سنة 2011 على الصعيد الوطني أصبحت بعض المدن بدون صفيح وبدون السكن العشوائي بينما جهة الدار البيضاء التي تحتضن أكبر كثافة سكانية تأن تحت رحمة زحف البناء العشوائي كما توضيح الصورة الملتقطة من الجو لمدينة الجديدة التي أصبحت محاصرة بالسكن غير اللائق نخص كذلك بالذكر مدينة البر جديد صدرحال منطقة عينشوق والمحمدية حيث تتوسع هذه التجمعات على حساب الأراضي الزراعية لكن المجال الترابي لمدينة يعرف اليوم تنامي ظاهرة البناء العشوائي والمستودعات السرية بشكل يطرح أكثر من تساؤل من جانبها تقوم السلطة المحلية في هذه المناطق بهدم المساكن غير المرخصة ومتابعة المتورطين في جرائم البناء لمحاربة هذا السكن غير اللائق وضعت إذن هذه البرامج التي أشرتها في البداية ما هي الإكرهات وأبرز الإكرهات التي تواجه هذه البرامج؟ هناك ظهر مشكلة ندرة الوعاء العقاري لإقامة هذه المساكن فالعقار التابع للدولة يعرف استنزافا كبيرا هناك كذلك مشكلة إلى جانب كذلك تورط بعض الجهات في ملفات البناء العشوائي حيث دخل القضاء على الخط في هذا الإطار أبدأ تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات مشجعة تتعلق أساسا بقيام الإدارة العمومية بمجهودات من أجل التخلص من الجيوب الصفيحية لكن يسجل التقرير عدم استفادة قاطن دور الصفيح من السكن إلا جزئيا ويرجع ذلك إلى غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي كما نصت توصيته على تعزيز آليات المراقبة للحلولة دون انتشار السكن غير اللائق باستعمال الطائرة المسيرة إلى غيرها من الآليات التي تعتبر اليوم بمثابة خالطة الطريق لإنجاح البرامج السكنية يحدث هذا الزهر في الوقت الذي أنفقت فيه الدولة أكثر من أربعين مليار سنتيم من أجل تمكين هذه الفئات من سكن لائق شكرا لك حسن إلى الأسبوع المقبل بحول الله ورد قبل قليل أن جلالة الملك محمد السادس قم بتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات في النشرة أيضا قبل احتفال العالم بالشعر في الحادي والعشرين من مارس أيام بأيام قليلة احتفية في المغرب بالشعر وبمبدعيه جائزة أرغان العالمية طوج بها مساء أمس الأديب والشاعر المغربي محمد الأشعري نظير تجربته في الحقل الشعري الإنساني ودفاعه عن قيم الاختلاف والحرية والسلم مريم أملل منذ أكثر من أربعة عقود أسهمت قصائد الشاعر المغربي محمد الأشعري في ترسيخ الكتابة بوصفها مقاومة تروم توسيع أحياذ الحرية في اللغة والحياة صفاء شعري استحق معه الأشعرية التتويج بجائزة الأرغان العالمية للشعر للعام 2020 وتسلمها اليوم في هذا الحفل بالرباط الجائزة ذهبت قبل هذه المرة إلى عددين من شعراء الكبار في أمريكا وأوروبا وفي إفراقيا أيضا وأنا سعيد جدا بتسلم لهذه الجائزة اليوم وأعتبر هذا الأمر التفاتة نحو الشعر المغربي حرث على تحصين القصيدة من كل تجريد ذهني وانحياز لشعر المعنى بالإنصاط لنبض الحياة ومتغيراتها برواية حدثية ولغة عربية حديثة تلك هي ميزة محمد الأشعري في تفاعلاته الشعرية مع الحياة الحرة في أضاق تفاصيلها روائي باحث ناقد إعلامي وشاعر بامتياز محمد الأشعري علامة مميزة في تاريخ الثقافة العربية اليوم وبعد أن خرجنا من هذا النفق المظلم وشعرنا بأن الحياة الثقافية تستعيد ألقها وبجتها دعونا إلى هذا الحفل الذي سيتم فيه تكريم أستاذ الأشعري بصفتي فائزا بجائز أرجانا محمد الأشعر الشاعر في جعبته مجاميع شعرية عديد أولها صدر سنة 1978 هو أيضا ذلك الروائي الكاتب الشغف بالصحافة والمجال السياسي فز سنة 2011 بجائزة البوكر العربية للرواية مناصفة مع الروائية السعودية رجاء عالم نواصل بنوع آخر من الإبداع الإبداع الفني أغنية جديدة أصدرتها الفنانة المغربية فاطم زهراء العروسي وصورتها على طريقة الفيديو كليب نتعرف على هذا الجديد من خلال مقطع من الأغنية نتابع موسيقى الفنانة الفنانة فاطم زهراء العروسي تحضر معنا إذن ضيف في رقنا الظهيرة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا زهراء شكرا على الاتضافة مرحبا بك إذن أغنية جديدة تابعنا الآن مقطعة منها وصورتها على طريقة الفيديو كليب حديثينا عن هذا العمل أغنية حب بوانتا هي أغنية اللي حبيت أول ما سمتها وبغيت نوصل رسالة أن الحب ممكننا نعيش بلا به الحب كما نحن نوح تقائي جابية الحب هو مصدر قوة دينا وهذه رسالة يعني الحب صفة عامة حب العائلة حب أبو الأم الإخوة الأصدقاء إذن هي رسالة والمواضيع الأعمال ديالك هل تحرسين فيها دائما على تكون فيها رسالة بما أن الفنان هو حامل للرسائل والفن هو رسالة في نهاية المطاف أكيد كل أعمالي فيها رسائل الحمد لله كانوا أعمال ناجحة تغنيت بالأب والأم بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأغاني الوطنية فكان حاول أن في كل عمل ديالي تكون واحدة رسالة معينة وكتنوعي من المواضيع ديالك بشكل كبير شكرا من بينما تؤديني أيضا من أغاني أغاني الجنيريك تعودنا نسمعوك في أعمال على الخصوص أعمال تلفزيونية يعني هل تساهم هذه الأعمال التلفزيونية في انتشار صوت فاطم زهراء العروسي أكثر بما أن التلفزيون يدخل بيوت كل المغاربة؟ أكيد أغاني جنيريك بالنسبة للفنان هي مسألة مهمة والحمد لله غانيت أغاني يعني جنيريكات اللي لقات واحد نجاح كبير واللي وليت كان تغنى بها حتى في المنصات ديال المهرجانات ديالي حتى في السهارات كين أغاني اللي وليت كان فتاة حبيها حتى الكنسر ديالي كين الزمورية كين أغنية الحبيب أمي كين بالحنين كين أغنية الجنيريك ديال دموع الرجال ديال الغالية مسلسلات اللي متلت فيهم يعني أغاني اللي غنبقا كنفتخر بها في مساري الفني أكيد طيب أكيد أن التلفزيون يساهم في انتشار الفنان لكن هناك أيضا مع تطور التكنولوجية الذي نعيشه مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عند الفئات اللي كتتتناول أو لكتتعمل كتير هذا وسائل التواصل الاجتماعي وش كتركزينتي على وسائل التواصل الاجتماعي باش نشري أكتر أغانيك أكيد حاليا ولت مواقع التواصل الاجتماعي يعني مهمة جدا ولينا كان تواصله مع الجمهور ديالنا أكتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فبينسر أي عمل جديد أي حاجة اللي بغيت نتشاطرها مع الجمهور ديالي وإلا كتلقاها حضرة في الانستغرام والفيسبوك والتويتر ديالي وكذلك يعني كنحاول تكون صلة وصل ما بيني وبين الفان ديالي طيب في حديثنا عن أغاني الجنيريك قلت أن تؤدي أيضا أدوار تمثيلية يعني أنت على الساحة الغنائية وعلى ساحة التمثيل أي الموهبتين هي الأصل لديك؟ كنت طرح لي هذا السؤال قبل ما ندير تمثيل كنت قلت نقول لك أكيد الغناء ولكن من لي خطت تجربة تمثيل ولقيت عاو تاني واحد نكهة أخرى في تمثيل فقلت نقول لك بجوج الحمد لله كانوا أدوار بطولة اللي قمت بها سواء في عدة مسلسلة تلفزية اللي جعلتني أنني ندخل أكثر للبيوت المغاربة والقرب الناس ولي خلت عندي واحد شريحة المجتمعية يعني من الطفل الصغير الكبير يعني المجموعة من شرائح المجتمع وعلى هاد الأعمال كاملة اللي قلتي أنك تعرفتي فيها عن جميع شرائح المجتمع أن أنت تكريمات عديدة أكيد كيفاش هاد التكريم كيفاش هو باعتراف بالفنان كيساعدك هاد التكريم أكيد كانوا تكريمات عديدة في مساري الفني الحمد لله اللي ما زال كان أعتبره متوادع لأنه ما زال كان نشوف قدامي واحد ترك طويلة اللي ما زال خصني نشق وعلى رأس هاد التكريمات كانوا رسائل ملكية اللي توصلت بها من عند سنان لا ينصروا اللي غتبقى يعني وشاح على صدري وهاد التكريمات كلها كتشكل لي واحد يعني هي تكليف أكثر منه تشريف كتجعني في كل مرة نبغي نخود واحد جريبة وإلا كنتراجع خطوات الوراء وكنفكر فيها مئة مرة باش نخصني دائما نكون عند حسنة للجمهور ديالي ونكون كذلك في المستوى اللي كينتادر يشوفني به الجمهور وباش يشوفك الجمهور من خلال هذه الأغنية حاليا كينة كين شي أعمال أخرى اللي كتحضر لي عفاطيم الزهراء العروسي أكيد كين أعمال أخرى قبل من هذه الأغنية كان واحد العامة الأخور اللي كان سديجا موجداه ولكن مع فترة كورونا وفترة كان متلي الأب ديالي اللي يرحمه في الأول ديالكورونا تعازينا ما مشا معك بس يعني مرت بوحى الظروف صعيبة اللي جعلتني من بعد عامين هات قدرت نحط واحد العمل وكين كين الحمد لله دا باقي ديالك نسترجع شوية بشوية القوى ديالي وكين أعمال اللي غادي تجي إن شاء الله قريب ومفاجآت سواء في الغناء سواء في التنتي سواء في حواج غراء إن شاء الله بالتوفيق شكرا لك الفنان فاطم شكرا على الاستدافة مرحبا بك كان هذا آخر مواد نشرة الظهيرة في ختامها أذكر بأبرز ما جاء فيها تحول استراتيجي في موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية من موقف حيات سلبي الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي أساسا هو الأكثر جدية ومصدقية وواقعية لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية والخارجية المغربية تتمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناء لمدريد وتذكر بأن الأسس والمحددات الجديدة لشراكة البلدين كان أشار إليها الخطاب الملكي للعشرين من غش ختم الظهيرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة